لا يزال أهالي قطاع غزة يعانون ويلات العدوان الإسرائيلي على القطاع حيث لم تهدأ ألسنة اللهب وآلة الدمار الإسرائيلية التي تقتل وتدمر وتشرد منذ السابع من أكتوبر الماضي نتيجة العدوان اضطر المواطنون للنزوح إلى مدينة رفح جنوب القطاع التي زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة ومع ذلك أثخنتها بغارات جوية وقصف على المنازل ما أصفر عن سقوط شهداء وجرحة في اليوم الرابع بعد المئتين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال أهالي القطاع يعانون ويلاته حيث لم تهدأ ألسنة اللهب وآلة الدمار الإسرائيلية التي تقتل وتدمر وتشرد منذ السابع من أكتوبر الماضي خلال تلك الفترة عاش الفلسطينيون أوضاعا إنسانية صعبة حيث تعرضت منازلهم للقصف والتدمير ما أدى إلى سقوط أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح وما يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض مع ذلك القصف الإسرائيلي لم يتوقف ففي شمال القطاع قام الاحتلال بمنطقة عازلة بعد القصف والتدمير مما جعل هذا الجزء من القطاع غير قابل للحياة مرة أخرى ولم يجرؤ أحد الدخول إليه بسبب قوات الاحتلال المتمركزة فيه أما في الوسط حيث مخيم النصيرات الذي سشهد فيه عدد من الأشخاص جراء القصف حيث استهدف الاحتلال منزلين مأهولين في المخيم ناهيك عن حي الشجعية الذي يركز الاحتلال القصف عليه حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل ونتيجة العدوان اضطر المواطنون للنزوح إلى مدينة رفع جنوب القطاع التي زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها آمنة ومع ذلك أثخنتها بغارات جوية وقصف على المنازل ما أصفر عن سقوط شهداء وجرحة معاناة المواطنين في مخيمات النزوح جنوب القطاع أيضا تتفاقم مع الشداد موجات الحر وسط حذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض خاصة لدى الأطفال والنساء فالمخيمات تفتكر لأبسط مقومات الحياة وتمثل ملاذا مؤقتا للعديد من الأسر التي نزحت جراء القصف حيث يعيش الفلسطينيون في ظروف صعبة تحت ظلالها